اشتركوا في القناة اسبوعين من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية مقالا استعرض فيه طبيعة الصراع في البلد الذي يمر هذه الايام بحرب مع روسيا للدفاع عن سيادته على اراضيه واعادت بعض وسائل الاعلام نشر هذا المقال الذي بدأ يستشرف الازمة الحالية من خلال احداث سابقة لمعرفة التفاصيل ارجو ان تبقوا معنا حتى النهاية ولكن نذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد قال كيسينجر ان المناقشة العامة حول الازمة التي اندلعت وقت ذاك كانت تدور كلها حول مواجهة لكن هل نعرف الى اين نتجه وذكر وزير الخارجي الامريكي السابق والذي تولى منصبه ما بين عامي 1973 و 1977 قراءة بانه شهد في حياته المديدة والذي يبلغ من العمر الان 98 عاما اربع حروب اندلعت بكثير من الحماسة والدعم العام لكننا لم نعرف عن الحالات الاربع كيف ننهيها وفي ثلاث منها انسحبنا منها من طرف واحد مشددا على ان محك السياسة هو كيف تنتهي لا كيف تبدأ وخلص الى ان سعي احد الطرفين الروسي او الغربي الى الهيمنة على الاخر سينتهي اخر المطاف الى حرب اهلية او تفكك ولفت كيسينجر الى ان المسألة الاوكرانية تصور كمواجهة فهل تنضم كييف الى الشرق ام الى الغرب لكنه رأى ان استمرار اوكرانيا وازدهارها يعتمد على عدم تحولها الى قاعدة امامية للشرق في مواجهة الغرب او العكس بالعكس فهي يجب ان تعمل جسرا بين الطرفين واضاف على روسيا ان تتقبل ان محاولتها اجبار اوكرانيا على ان تكون دولة تدور في فلكها بالتالي تحريك حدود روسيا مجددا سيحكم على موسكو بتكرار تاريخها من الدوران في حلقات مفرغة دورية من الضغوط المتبادلة مع اوروبا والولايات المتحدة الامريكية واردف يقول اما الغرب فيجب ان يفهم ان اوكرانيا في نظر روسيا لا يمكن ان تكون مجرد بلد اجنبي فتاريخ روسيا بدى فيما كان يسمى روس الكييفية والديانة الروسية انتشرت من هناك وكانت اوكرانيا جزءا من روسيا لقرون وكان تاريخهما متداخلين قبل ذلك يتابع كيسينجر قائلا وخيضت بعض المعارك الاهم من اجل حرية روسيا بدءا بمعركة بولتافا عام 1709 على التراب الاوكراني ويقبع اسطول البحر الاسود الروسي وسيلة روسيا لتوسيع السلطة في البحر المتوسط في سيفستيبول بالقرم في مقابل ايجار بعيد الاجل بل ان منشقين شهيرين مثل الاسكندر سوجلينستين وجوزيف بوروديسكي اصر على ان اوكرانيا جزءا لا يتجزأ من التاريخ الروسي وفي الواقع من روسيا نفسها وكتب كيسينجر في واشنطن بوست يقول يجب على الاتحاد الاوروبي ان يدرك ان تمديده واخضاعه البروقراطيين للعنصر الاستراتيجي الى السياسة المحلية في التفاوض في شأن علاقة اوكرانيا باوروبا اسهم في تحويل المفاوضات الى ازمة فالسياسة الخارجية هي فن تحديد الاولويات والاوكرانيون هم العنصر الحاسم فهم يعيشون في بلد ذات تاريخ معقد وبنية متعددة اللغات فالجزء الغربي دمج في الاتحاد السوفيتي عام 1939 حين تقاسم استالين وهتلر المغانم ولم تصبح القرم التي يعد الروس 60% من سكانها جزءا من اوكرانيا الا عام 1954 حين منحها نيكيتا خورتشوف الاوكراني المولد الى اوكرانيا من ضمن الاحتفال بالذكرى التلتمية لاتفاق روسيا مع القوازق ولفتا الى ان الغرب كاثوليكي اجمالا والشرق ارسذوكي روسي اجمالا واي محاولة يبذلها احد الجناحين للهيمنة على الاخر كما هي الحال ستفضي في نهاية المطاف الى حرب اهلية او تفكك وسيعيق معاملة اوكرانيا كجزء من المواجهة الشرقية الغربية اي احتمال لوضع روسيا والغرب لا سيما روسيا واوروبا في نظام تعاون دولي ونبه كيسينجر الى ان اوكرانيا لم تستقل الى عام 1991 بعدما ظلت تحت انواع من الحكم الاجنبي منذ القرن الرابع عشر غير ان قادتها لم يتعلموا برأيه فن التسوية ناهيك عن المنظور التاريخي واعتبر ان العمل السياسي في اوكرانيا بعد الاستقلال يبين بوضوح ان جذور المشكلة تقبع في جهود السياسيين الاوكرانيين المنتمين الى فصيل لفرض ارادتهم على اجزاء معارضة لهم من البلاد واعتبر ان العمل السياسي في اوكرانيا بعد الاستقلال يبين بوضوح ان جذور المشكلة يقبع في جهود السياسيين الاوكرانيين المنتمين الى فصيل لفرض ارادتهم على اجزاء معارضة لهم من البلاد قبل قيام نظرائهم في الفصيل الاخر بالامر نفسه مع اجزاء اخرى معارضة لهم وقال ان فيكتور يينكوفيتش ويوليا توموشينكو وقت كتابة مقالته كان يمثلان هذين الفصيلين الرافضين لتشارك السلطة وحض كيسينجر الولايات المتحدة الامريكية انذاك على اتباع سياسة حكيمة ازاء اوكرانيا تسعى الى طريقة لتعاون الجزئين الذين تتكون منهم البلاد مع بعضهما بعضا فنحن يجب ان نسعى الى المصالحة لا الى هيمنة احد الفصيلين واعتبر ان روسيا والغرب ومختلف الفصائل في اوكرانيا لا تعمل وفق هذا المبدأ فكل طرف فاقم الوضع لن تستطيع روسيا فرض حل عسكري من دون عزل نفسها في وقت تعاني فيه معظم مناطقها الحدودية اضطرابا وبالنسبة الى الغرب ليست شيطانة فلاديمير بوتين سياسة انها ذريعة لغياب السياسة يتابع كيسينجر ان بوتين عندما يفكر في الحلول العسكرية سوف يؤدي ذلك الى حرب باردة جديدة كما حض الولايات المتحدة الامريكية على عدم معاملة روسيا كدولة ضالة يجب تعليمها قواعد سلوكية تقررها واشنطن كما وضع نقاطا عدة رأى ان تطبيقها كفيل بتوليد حل يناسب قيم الاطراف كلها ومصالحها الامنية اولا حسب كيسينجر يجب ان تكون لاوكرانيا حرية اختيار روابطها الاقتصادية والسياسية بما في ذلك روابطها مع اوروبا وعليها ان لا تلتحق بحلف شمال الاطلسي وهو موقف اتخذته قبل سبع سنوات حين طرح للمرة الاولى ويجب منح اوكرانيا حرية انشاء اي حكومة تتوافق مع الارادة التي يعبر عنها شعبها قبل ان يختار القادة الاوكرانيون الحكماء سياسة مصالحة بين مختلف اجزاء البلاد ودوليا عليهم الساعي الى موقف شبيه بموقف فنلندا التي لا تترك شكا في استقلالها المتين وتتعاون مع الغرب في مختلف المجالات لكنها تتجنب بحذر العداء المؤسسي ازاء روسيا ورأى كيسينجر ان نظم روسيا للقرم لا يتوافق مع قواعد النظام العالمي القائم لكن علاقة القرم باوكرانيا يجب ان تكون اقل توترا ولهذا الغرض على روسيا الاعتراف بسيادة اوكرانيا على القرم وعلى اوكرانيا تعزيز الاستقلال الذاتي للقرم في انتخابات تجرى بحضور مراقبين دوليين وعلى العملية ان تشمل ازالة اي غوامض تتعلق بوضع اسطول البحر الاسود في ميناء استفستيبول وقال هذه مبادئ وليست وصفات علاجية وسيعرف الخبراء في شؤون المنطقة ان الفرقاء المختلفين لن يستسيغوا هذه المبادئ كلها بيد ان المعيار ليس الرضا المطلق بل عدم الرضا المتوازن وفي حال عدم تحقيق حل ما وفق هذه العناصر او عناصر قريبة منها سيتصارع الانجراف نحو المواجهة وسيحل وقت المواجهة سريعا بذلك ينهي هنريكسينجر ما كتب قبل ثمانية اعوام وها هي الان نبؤة تتحقق بالمواجهة السريعة والتي تمت الان في الختام هل تعتقدون ان ما كتب هنريكسينجر فيما يتعلق بالحرب الاوكرانية كان صحيحا ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو وان كانت مادته قد اعجبتكم لا تنسوا ان تدعمونا بتسجيل اعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة